أكد البنك المركزي الأمريكي صعوبة احتواء التضخم في الولايات المتحدة رفع البنك المركزي الأمريكي سعر الفائدة ربع نقطة مئوية في منتصف مارس الماضي ليصبح حاليا في نتاق 4.75 إلى 5% ينوي أيضا اتخاذ إجراءات تجديد إضافية حيث بلغ التضخم في الولايات المتحدة نسبة 4.7% على أساس سنوي في الشهر الماضي أعلن صندوق النقد الدولي أنه أكمل المراجع الرابع لبرنامج المساعدات الحالي للأرجنتين وهو إجراء يتضمن دفع شريحة جديدة من المساعدات بقيمة 5.3 مليار دولار بشكل فوري إلى الأرجنتين بدفع هذه الشريحة الجديدة سيبلغ مجموع ما طلقته بيونس آير 28.8 مليار دولار من إجمالية الأموال المخصصة بالفعل للأرجنتين منذ بدء برنامج المساعدة في مارس من عام 22 يوفر وهد البرنامج الذي يمتد على 30 شهرا مساعدة إجمالية قدرها 44 مليار دولار للأرجنتين وهو أكبر برنامج مساعدات ينفده صندوق النقد الدولي ترجمة نانسي قنقر